السؤال التالي من بريطانيا أنا طبيب تخدير ورعاية مركزة ببريطانيا عندي سؤال بالنسبة للمشاركة في إضراب الأطباء في بريطانيا يعني تداعى الأطباء فيما بينهم إلى إضراب في بريطانيا من أجل تحسين الأجور هل يجوز المشاركة في الاضطراب المزنع يوم الاثنين والثلاثاء والأربع القادم شعوري بأن هذا الإضراب تسبب في إلغاء العديد من العمليات الجراحية غير الطارئة وتم تأجيلها إلى أيام أخرى مما قد يتسبب في معاناة بعض الناس الأمر الذي يجعلني في تحرج ضد المشاركة فيه حتى لا أتحمل هذا الأذى أو أشارك فيه وإن كان قد تم بالفعل إلغاء هذه العمليات فنزولي وعدمه لن يغير من الأمر من الشيء فأنا في حيرها هل يجوز شرع المشاركة في هذا الإضراب أم لا علما بأن الهدف هو رفع أجور الأطباء الصغار في بريطانيا وتحسين ظروفهم المعيشي الجواب عن هذا أن الإضراب هو نوع من التظاهر الجماعي في مظهر الناس تحشد في الشارع ومعها بانرز وعندها شعارات تهدف بيها أو تأخذ موقف سلبي بعدم المشاركة في العمل نوع من أنواع الضغط على الجهة التنفيذية على جهة لدارة لتستجيبها لمطالبهم والتظاهر بهذا المعنى إيجابيا كان أم سلبيا وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديمقراطية لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا قرار حول التظاهر ومدى مشروعيتي أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب لقد قال القرار التظاهر إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديمقراطية ويتمتع التظاهر في المجتمعات الغربية بالشرعية والحماية القانونية وتنظم القوانين ممارسة حتى لا يتحول إلى وسيلة من وسائل الفوضى أو التخريب للممتلكات والمرافق العامة وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الاحتساب وتحقيق الصالح العام لا سيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف السياسية سبيلا وحيدا إلى تحقيق هذا المقصود مع ضرورة الإجتهاد في تقليل مفاسده قدر الوسع والطاقة الظاهر بناء على ما عرض من السؤال أن المضرة المحتملة من هذا الإضراب قد وقعت بالفعل وصاحبنا يقول شاركت أو مشاركت لن يغير ذلك من الأمر من شيء وقد احطاط لها القوم بتدابيرهم الإحتياطية المعدة لمثل هذه الطوارئ هؤلاء الناس لا يفاجعون بمثل هذه القرارات يتوقعونها سلفا ويعدون لها العدة سلفا ويحاصرونها ويضيقون نتائجها السلبية سلف المستطاع فأنت إذن في حل من المشاركة أو عدمها إن شئت فانظر إلى ما هو أنفع وأقوى بالمصالح على المستويين الخاص والعام واسركه وسل الله الرشد بارك الله فيك